أكو شيء في قرار المحكمة هو أخطر من قرار المحكمة نفسه هو أنه منع السيد هوشيار زيباري من الترشح إلى هذا المنصب حاليا ومستقبلا يعني الرجل أنهى حياة السياسية كأنه زين إحنا المدعي أستاذ نجم المدعي ما طالب مستقبلا المدعي يقول إحنا عدنا قاعدة عامة بالقضاء أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأكثر مما طلبه المدعي أو بغير ما طلبه المدعي المدعي طالب إبطال تصديق على المحكمة منين جابت مستقبلا شلون جابت مستقبلا ماذا أفتهم يعني الخير ومدة تيدا يعني على أي أساس أنت يبدو هذا الشكل يعني وهذا بصراحة يعني أنا كنت في غاية الاستغراب أنا راجعت طلبات المدعي لم أجد في طلبات المدعي المذكورة في القرار أنه يطلب إبعاد السيد هوشيار من الترشح نهائيا في حين المحكمة حكمت بما لم يطلبه المدعي وحكمت بعدم جواز ترشح السيد هوشيار جيبالي إلى ما لا نهاية هذا غير منطقي بأي حال من الأحوال أنت الآن تسلب حقا دستوريا لمواطن عراقي بغض النظر يكون هوشيار يكون نجم الرباعي يكون رحيم العقالي ماكو فرق يعني بالنتيجة أنت تسلب حقا دستوريا وأنا أعتقد أستاذ نجم أن سلب الحقوق الدستورية والحريات الدستورية للأفراد هو أخطر ما يكون على الدولة الديمقراطية ترجمة نانسي قنقر